ماكو جدية في طرح أسماء مقبولة تحظى بثقة مجلس النواب والمجتمع في أن تتولى هذه الحقائب الأمنية الحساسة اللي الجميع ينظر لها بنوع من الحساسية والجميع يريدون مرشحين مقبولين على المستوى الوطني قادرين على ضمان هذه الثقة في أداء المؤسسة الأمنية لو كانت أكو جدية ما تأخرنا يعني لو طرحت أسماء قوية ومقبولة وإلها استقلالية حقيقية كان حظيت بما فقط البرلمان